فيه هنا تفضل حال توفى الابن قبل الاب وبعد كده توفى الاب في توزيع التاركة اولاد الابن اللي توفوا دول ليهم نصيف في التاركة ولا ملهمش من ناحية النظام الميراثي ليس لهم شيء وهذه مشكلة علاجها العلماء المصريون لانه حدثت بموجبها مشكلات ودخلوا الى الحل عن طريق ما يسمى بالوصية الوصية للانسان ان يوصي في حدود الثلث من تاركته والوصية تصح ان تكون لوارث بناء على نص القرآن وحديث لا وصية لوارث ضعيف ضعيف السند ولذلك في سنة ستة واربعين اجتمع العلماء المسلمون في مصر وانشأوا ما اسموه بالوصية الواجبة كأن الجد يجب عليه ان يوصي في هذه الحالة لابناء ابنه المتوفى في حياته بالسلس او بنصيب الولد ايهما اقل انا مش عايز كمان ادي الولاد اكتر من الثلث المباح به في الشريعة فاكتر من السلس ممنوع فياخد نصيب ابوه افرض نصيب ابوه السلس ده معناته 33.3% فافرض انه نصيب ابوه 20% كان سيب 5 عيال يبقى اذا ياخد العشرين ما ياخدش الثلاثة وثلاثين طب افرض خمسين في الماية الرجل اللي ماد ده كان نصيبه لو كان حيا خمسين في الماية ياخد الثلاثة وثلاثين بس اولاده وهذا المال لابنائه فقط وليس لورثته يعني امراته ما تاخدش التوبن ولا حاجة فيه ويتوزع هذا المال بالنسبة للبنات والصبيان واحد الى اتنين فده بنسميه الوصية الوجبة في حد عنده سؤال تفضل